دلوقتي هنرجع مرة تانية لجومانا ماهر وانا اتكلم معيها اكتر عن اهم استعدادات مهرجان العالمين لفعليات بكرة جومانا شكرا لك يا بسانت احنا زي ما كنت بقول لحضراتكم انا دلوقتي معاكم من نورث سكوير مال واحنا يعني بنتابع كده على مدار حلقتنا النهاردة تابعنا مع حضراتكم اهم الفعليات اللي حصلت النهاردة في مهرجان العالمين الجديدة في نسخته التانية كمان عارفنا التفاصيل وكواليس اكتر عن حفل الانطلاق مبارح لسه مكملين معاكم على مدار ايام المهرجان حتى 30 اغسطس مكملين معاكم من ارض العالمين العالم عالمين ورحلات كتير جدا ومغامرات كتير جدا وانشطة وفعليات هتعرفوا عنها اكتر لكن اتمنى ان انا قابل حضراتكم هنا لازم تيجوا لازم تشجعوا هذا المهرجان وتدعموا لانه بجد يستاهل فيه ممكن مجهود كبير قوي 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 الحقيقة مبزول عشان نقدر ان احنا نخرج بهذه الصورة المشرفة لمصر ومش بس المصر الحقيقة لكن كمان للوطن العربي اجمع مرة تانية مصر هي نبراس الثقافة وهي نبراس الفن هو ده دور مصر الهي منوطة به واللي ممكن العالم كله متعود عليه من اول ما ابتدينا خالص من قرون الحقيقة ممكن من قرنين فاتوا مصر متصدرة هذا المشهد والفن المصري معروف ان هو ليه علامة قوية وعلامة مؤثرة الحقيقة وده اللي احنا حارسين وده الدور اللي احنا حارسين ان احنا هنقوم به وهنقوم به والحيان ان احنا حتى ممكن على مدار النسخة الاولى وحتى الايام القليلة اللي بدأت من فعاليات النسخة التانية من مهرجان العالم على مين شايفين ممكن الاثر المصري وقوة قوة النعمة المصرية وتأثرها لسه موجودين مع حضراتكم هنتابع لحظة بلحظة وهنا على قد ما نقدر طبعا نحاول ان احنا نتابع مع حضراتكم ونستعرض مع حضراتكم الفعاليات الموجودة في مهرجان العالم على مين على مدار هذه النسخة المستمرة حتى 30 تمانية بشكر حضراتكم شكرا جزيلا واتبالا ان انا قدرت اوصل لكم صورة والصورة دي حيث جزء بسيط جدا من كم المجهود المبزول هنا وصورة الفعاليات بالفعل الموجودة هنا في مهرجان العالم عالمين لسه مكمالين مع حضراتكم وتابعونا على مدار الايام اللي جاي عشان نكون معاكم في كل التفاصيل وكل الاسرار والكواليس والفعاليات من مهرجان العالم عالمين نشكرك يا جمانا بالفعل يعني مجهود كبير جدا بتقومي بي انتي وكل طاقم العمل للقناة الاولى في العالمين الجديدة وكل صوريليكي